ومغرب التطواني فإن ما خسرت الأربحات احنا معاه وخبر احسرات احنا هانية احنا كنت لبعونا معاش نتيجة عيدة من موندياليتو احنا ان شاء الله احنا معاه عبارة جميلة لها وقع شديد على قلب كل محب لفريق المغرب التطواني الذي يدخل اختبارا نفسيا وذهنيا صعبا مع اقتراب الموندياليتو واحد من الاحداث الكروية العالمية اهم حاجة هو اننا سنكون في الموندياليتو ان شاء الله من دون اصابات هذا هو المهم الحمد لله اللائب جاهزين نفسانيا سيناريو المغرب التطواني هو نفسه الذي قاد الرجاء الرياضي الموسم الماضي الى ان يصبح الرجاء العالمي بعد ان امتع الجميع بالوصول الى نهاي كأس العالم للاندية وبين الرجاء والمغرب التطواني قد تختلف المقارنات فريق الحمام البيضاء الذي حقق البطول الاحترافية للموسم الماضي استقرى تقنيا مع مدربه عزيز العامري وبشريا اذ لم يقدم على انتدابات كثيرة ابرزها كانت توقيع مع محسن يجور اي لعيب كيكون طاموح فعندي اهدف نتمنى ان نشجي الاهدف نساعد للمستقع ديالي ونظهر بوحد وجه مشرف ان شاء الله الجميع اذا متعطش الى رؤية المغرب التطواني يسير على درب الرجاء العالمي الجميع ينتظر ان ينضف الحمام البيضاء الى قائمة روائع الكرة المغربية والجمهور المغربي مطالب بالوقوف وقفة رجل واحد لانجاح الموندياليتو